تشعر فرح بالفرح والإثارة عند تعلمها لتعاليم الإسلام ثم تكبر شيئاً فشيئاً وتبدأ بقراءة القرآن والتعرف على أحكام الصلاة والصيام تقابل فتاتنا عالماً معروفاً في المجتمع الإسلامي وتبدأ في طرح أسئلتها واستفساراتها عليه لتتعمق في الدين وتعاليمه تنغمس بطلتنا في دراسة تفسير القرآن والحديث النبوي وتتعمق في فهم الأسس الفقهية والأخلاقية للإسلام تجد أخيراً أن السعادة الحقيقية في رضا الله وفي اتباع التعاليم الإسلامي فبهما تتحقق السكينة ونجد الهدوء الداخلي والسعادة الباطنية تواجه البطلة الكثير من التحدات في حياتها بما في ذلك الضغوط الاجتماعية والاختلافات الثقافية ولكنها تستمر في الثبات على قناعاتها تتخذ الفتاة الجميلة قراراً بأداء العمرة وتجد في هذه الرحلة الروحية إلهاماً وتقوية لإيمانها يبدأ سلوكها في التأثير إيجابياً على حياتها وعلى الآخرين من خلال تطبيق قيم الإسلام في التعامل مع الأشخاص والمواقف يبدأ المجتمع في إدراك تفانيها وتمسكها بقيمها العميقة وتصبح قدوة للفتيات التي يسعون لفهم الإسلام بصورة أعمق تجد أخيراً أن السعادة الحقيقية في رضا الله وفي اتباع التعاليم الإسلامي فبهما تتحقق السكينة ونجد الهدوء الداخلي والسعادة الباطنية تلك كانت قصة فرح الفتاة الجميلة والذكية المتدينة التي عاشت تجربة رائعة في فهم تعاليم دينها الإسلامي والتداء النقادي كتعبير عن تفانيها وعمق ارتباطها بربها